السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيمار يا جماعة. يعني واحد من امر اللعيبة في تاريخ المستديرة اللاعب اللي عنده قدرة مش بس يرقص لعبة الفريق المنافس كلهم. لا ده كمان ممكن يخش على زماله في الفريق. وبعدها يطلع يرقص الجمال في المدرجات. ويخلص عليهم وبعدها يخش على المشاهدين. واه كلنا عارفين انه عنده مشكلة عقلية سواء في القارات او في الشغل على نفسه. ولكن ده ما يمنعش انه فعلا واحد من امر لعبة كرة القدم في التاريخ. بصه ما فيش شك ان وجود رونالدو وميسي في رحلته ده كان ظلمه جدا وخصوصا ان الكلام هنا عن اساطير عشان بس تنفسهم انت محتاج تقفل للعبة من كل الجهات. يعني مسلا هترقص اربع وخمس لعبة ماشي. ده جميل بس الاهم انك تسجلها في الاخر. ولو انت بقى عاجبك كام لقطة ممتعة بصريا وتندرج تحت الفريستايل ماشي ده جميل جدا. بس برضو في الاخر تسجلها ده. ونفس الكلام ده على الجانب الاخر. لو عندك قدرة تكون هدى في البطولة اشطى ده جميل. بس لمواغز يعني في وجوده الصناعة التاريخ لللعبة انت مش بس محتاج تكون هدى في البطولة لقد ده كمان انت محتاج تكون افضل صنع على العب فيها. ونفس الكلام لو عايز تفوز بجازة افضل لعب صاحب. ماشي جميل. بس برضو هتفوز معها بجازة افضل لعب على جميع العصائدة. بص هو الموضوع مش بس صعب. ده يكاد يكون شبه مستهيل. ولكن برضو لا ينسى ان الكواليتي بتاع نيمار حطوا في الصورة معاهم وخلانا احنا نقول اخيرا هنلاقي منافس ليه. وفعلا نيمار كان ماشي في الطريق ده ويعتبر كان الاقرب للتواجد معاه. ولكن ايه اللي حصل وايه سبب تحول احد امر لعيبة في تاريخ المستديرة الى لاعب همشي ووجوده في اي مكان بيبقى مجرد دعاية واعلان فقط. اهو ده بقى اللي انا عرفته ترجيعا مع قصة نيمار بشكل كامل في فيديو النهاردة. نيمار من موليد البرازيل وتعهيدا من مدينة سانتو سنة تنين وتسعين. بداته بقى مع كرة القدم. كانت عند والده اللي كان اللعب سابق لكرة القدم. وده اللي كان مساهل عليه اكتشاف موهبة ابنه. وبدأ الاهتمام بموهبته. ونيمار نفسه بعدها كان علق على وجود والده بانه دائما جنبه والدعم الاول له. وانه كمان بيعتني بالامور الشخصية والاموال. وخلي بالك من الجملة دي بقى عشان هنرجع لها تاني في الفيديو. مع لنا المهم ان اكتشاف موهبة نيمار كان في علعاب الصلاة واللي سعيته جدا في التفكير السريع والتحكم بشكل اضاك في كرة القدم. وهب مع وصوله سبع سنين وتحدان في سنة تسعة وتسعين تم العصور عليه من احد كشفين نادي سانتستا وهناك بقى وعلى الرغم من انه كلص صغير اللي ان النادي لاحز امكانياته وادركوا انهم يملكوا جوهرة ممكن تغير مسار النادي. وفعلا النادي اشتغل على ده او بشكل اضاك ووفروا له كل الظروف اللي بيها يظهر بافضل صورة له. وفعلا اسمه بدأ يسمع في البرازيل كلها لحد ما نادي سانتوس يكرر اندمامه وبعد مجادلة طويلة ودفع مبالغ كتير نجح في اندمام احد اهم الموهب في تاريخ البرازيل وخب بالك الكلام ده كان في الفين وثلاثة. يعني النامار كان لسه حداشر سنة. وعشان بقى اقود موهبة نمار فتخيل ان مع وصوله الاربعتشر سنة جاله شبه عرض من ريال مدريد وسافر لازبانيا وكان على بعد خطوة من التعاقد معهم وخصوصا بعد اكتيازه الكشف الطبي ولكن والده رفض وقرر انه يستمر مع فرق الشباب في سانتوس. وخد بالك الكلام ده كان في موسم الفين وخمسة الفين وستة. يعني ريال مدريد ساعتها كان في زيديان ورونالدور وروبينيو وهنا بقى نجي للسؤال اللي اهم. لما ولد نمار اصلا رفض تواجده في ريال مدريد. ايه اللي صفره? وابنه يدخل الكشف الطبي. طبعا الاجابة يا صديقي هي نفس الجملة اللي هنقولها كتير في الفيديو ده هو ان ابو نمار المعتني الاول باموره المادية. المهم انه بعدها رجع لبرازيل تاني واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد سنة الفين وتسعة. وبعدها يتم تقديمه لصفوف الفريق الاول. ومن اول دي اظهر فيها مع الفريق الاول. الدورة قلب لمراجيح شمال ويمين والعيبة تقع على الارض وتسجيل اهداف واسستات. ولكن ان تتخيل ان اللعب اللي في اول موسم له مع الفريق الاول بعد يكمل ابهارات البصرية اللي قدمها ادري يسجل عشر اهداف ويصنع سبعة. وده برضو اللي كان بيميز نمار عن اغلب المواب البرازيلية وهي درجة انتاجيته والغذرة في تسجيل الاهداف. وده بقى اللي اتأكد في الفين وعشرة لما فريق سانتوس بدأ الموسم بمباراة في تصفيات كاسر لبرازيل واحب اقولك ان الموارف المباراة دي سجل خمس اهداف. انت متخيل اللعب بالامكانات دي ادري يسجل خمس اهداف في مباراة واحدة. ده هيكون معنى ايه? انا عارف بس برضو هقولك ده معنى ايه? انه مش بس رقص اللعبة ده طلع يرقص الجمال في مدرجات. وللتوضيح اللعب اللي مهارته عالية جدا بيكون هدفه اصعب من الاهداف العادية. لانه دايما بيكون مركز على الجانب الابداعي. وده اللي بيخلي في حقل حوالي مية قرار في وقت واحد. يعني يسجل ولا يرقص ولا يباصي ولا يحتفظ بالكرة شوية. وطبعا اللي بيساعده على ده انه زهنية وبدنية الاسرع من اللي حواليه. وده اللي كان بيدلق ريحية في انه يزرق بالشكل اللي بيه يشوف نفسه في عين الناس في اعلى صورة ابداعية للاعب كرة كاته. المهم انه استمر على المطعة البصرية دي بشكل متطور وساعتها شارك في الموسم ده في اربعة وثلاثين مباراة. سجل في امتمنتاشر هدف وصنع عشرة. وبين مقادر الفريق اللي تتوجب بصنيات الدولة وكاسل البرازيل. وساعتها كان الهداف وتم يختاره كافضل لعب في البطولة. وكمان ينضام للتشكيل المسالي. وكمالا بقى يكون افضل تالت لعب في كرة امريكا الجنوبية. والكلام ده مع الاداء اللي ظهر بنيمار في الموسم. واللي بيه تم مقارنته ببيلي وروبينيو. يوصلوا عرض من واستهام الانجليزي بما يقرب من اتناشر مليون سترليني. وبعد رفض اللعب او يعني بعد رفض والده. يوصلوا عرض انجليزي تاني ولكن المرة دي يكون من تشيلسي. النادي اللي عرضه وصل لعشرين مليون سترليني. ولكن واكل نمار ساعتها صرح بانه مبسوط في سانتوس. ومش هينتقل من البرازيل. اللي ازا كان لنادي هيساعده في انه يكون افضل لعب في العالم. وبالمناسبة نمار بعدها فترة صرح بانه كان فرحان بعرض تشيلسي لانه كان بيحلم باللعب في اوروبا. ولكن طبعا كلنا عارفين المتحكم الاول في القرارات دي. المهم ان النتيجة هي اللي استمرار مع سانتوس ومع بداية موسم الفين وعشر الفين وحداشر. ظهر على نمار صفة جديدة وهي الغطس. وكل ما حد يقرب منه. يقع على الارض ويعمل نفسه مش قادر يتحرك. ودي بقى من علامات ان اللعب حس بقيمته وشاف انه احسن من كل اللي حواليه. وده اللي اتأكد بعدها بايام لما تسبب في راكل الجزاء. والمدرب رفض بان نمار هو اللي يسددها. وهنا بقى تبدأ المشاكمة بين كل الاطراف وكابتن الفريق يحاول يهد الامور. والحدث ده اللي اكد فعلا ان نمار كان محتاج شغل كتير على تطور الشخص. ولكن المهم في القصة انه على الرغم انه اعتذر ساعتها. اللي ان المدرب صمم على انه يعاقبه بالايقاف اسبعين. وفعلا ده اللي حصل ولكن بعد العودة تحول نمار تماما وظهر باداء خيالي. وساعتها شارك في اربعة وتلاتين مباراة سجل فيهم بتسعتاشر هدف وصنع تمانية. ودي مساهمة عالمية للعب بالكواليتي ده. وطبعا بهم يكون من اهم اسباب تطويق سانتوش بالصناعية المحلية. وده مهم ولكن الاهم كان دوره معهم في الكوبة البطولة اللي فيها نمار حرفيا قدم واحدة من افضل اداءاته. بناء على انها المنصة الاعلى مشاهدة في جهات اوروبا كلها. وساعتها بعد تسجيله ستة هدف في صناعه التلاتة. يكود الفريق للتتطويق بالبطولة الغايبة عن النادي من اكتر من خمسة اربعين سنة. وكل ده بيكادة صاحب التسعتاشر عام. اللاعب اللي مع نهاية الموسم ينضم للمنتخف في كوبة امريكا تحت عشرين سنة. البطولة اللي فيها نمار اكد على انه من افضل ما هو بالصعدة في التاريخ. بعد ما قدم اداءات كبيرة جدا. وساعتها بتسجيل لتسعة ده في كود البرازيل للتتطويق بالبطولة اللي هو كان هدفها وساعتها نمار على الجانب الفردي يخدها عندك بقى. يتم يختاره كافضل لاعب في الدوري والاعلى كيمة تسويقية في الكوبة لابرتادوريس وكمان يفوز بجازة افضل لاعب في الكارة وعشان تكمل بقى فيتم يختاره كافضل مهيبة صعدة في العالم من ورر الزاكر وطبعا لو تكلمنا عن اهم تفصيلة له في الموسم ده بالتأكيد مش هيكون في اهم من هدف الخيالي ضد فلمينجو الهدف اللي كانت بتتجسد قيمته في الفوز بجازة بوشكش كافضل هدف في العالم على مدار الموسم وطبعا بعدها نمار اصبح الجهة الاولى لاقوى الفرق الاوروبية وبدأت توصل الى عروض بشكل مبالغ فيه ولكن المتحكم الاول في امره المادية خليه يستمر مع الفريق وبدأ موسم الفين وحداشر الفين واثنى اتناشر باداء يكاد يكون الافضل في تاريخ النادي اداء بنيمار شارك في تلاتة وطلاثين مباراة سجل فيهم اربعة وعشرين هدف وصنع عشرة ايوة بالزبط كده مساهم في عدد اهداف اكتر من عدد المباراة اللي شارك فيها وانا معاك ان الدور البرزيلي مش قد كده بس برضو احنا بنتكلم عن اللعب كما قدم متعة بصرية عالمية بكل المقاييس المهم انه بعد ما نجح في كاتل الفريق لتتوجب بصناعة المحلية ينضام للمنتخف في اولمبياد الولايات المتحدة البطولة اللي كان العدن يمر فيها اكدوا ان يستحق التواجد في هندية الصوفة في اوروبا وده عن طريق انه ابهر العالم باداؤه وبالاضافة لتسجيله تلات اداف وصنعت الاربعة بيوم يكونوا المنتخب لحصاد المديل الفضية كوصيف البطولة وهو نفسه بعد ما فاز بجهزة افضل لعب في البرزيلي يكملها للمرة التانية على التوالي يتم يختاره كافضل لعب في الكرة وعلى رغم ان مع نهاية الموسم ظهر اشعاد بربط اسمه بريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي اللي انه خرج بنفسه وقال انه مفيش ديع لأي تكاهنات لانه يمشي في الوقت اللي هو عز يمشي فيه وشايف انت بقى كل الفات ده اهو دا كوم وموسم الفين وتماشر الفين تلاتاشر دا كوم تاني الموسم اللي في نمار بعيدا عن كل اللي هتديه مع الفريق فهو ختم مقيس لعب كرة القدم الموهوب ومع المنتخب في كاس لباولينيو والنتيجة انه يستمر البرزيل في الصعود لحد مواجد اسبانيا في النهائي واخد بالك اسبانيا ساعتها كان بطل العالم وبطل اخر نسختين اليورو والمصنف اول عالميا ولكن الكلام ده ما يكلش مع نمار ويفوز البرزيل بوسلاسية منهم هدف لنمار واخيرا يتوج البرزيل بالبطولة الرابعة في تاريخه والاخيرة الى الان وكل ده بكيوزة نمار اللاعب اللي كان هدى في البطولة وتم يختاره كافضل لعب فيها وطبعا انضام التشكيل المثالي وهو ببعدها على طول يحصل المطلوب وهو عرض من برشلونة وطبعا تتم الموافقة وفي الاول والد نمار كان رافض الافصاح عن سهر الصفقة ولكن بعدها كان في تدخل من ريال مدريد عن تفصيل الصفقة وان السهر كان ضد كواعد اللي لها بالمال النظيف وبعدها اتضح ان برشلونة دفع تمانية وتمانين مليون يورو منهم اربعين مليون لنمار وابو انت متخيل بقى بقول لك يا عمي بيعتني بامور المادية المهم ان بعدها استقال اكتر من شخص مسؤول في النادي بسبب المشاكل والتهارب الضريبي ولكن المضمون هو ان فعلا ينضم النمار لبرشلونة وموسم الفين وتلاتاشر الفين واربعتاشر كن الاول لوع على الاراضي كتالونيا وساعتها يتم تقديمه وسطى اكتر من خمسين الف داخل الكامبينو ومن هنا بقى تبدأ رحلته مع برشلونة رحلة اللي في موسمه الاول فيها كان في بعض التحديات على رأسهم الانسجام واختلاف المستوى ما بين وبرشلونة وكمان التأقل مع الاجواء الخارجية واللي فيها فروق شاسعة ما بين بقى البرازيل واسبانيا المهم من الكلام ده اصفر عن انه في اول موسم يشارك واحد واربعين مباراة سجل فيهم خمسطاشر هدف وصنع برضو خمسطاشر ولكن ده ما يمنعش انه كم من اهم اسباب تتوجي الفريق بالصبر المحلي بعد تسجيله هدف برشلونة الوحيد ولكن التفصيل الاهم كان في اندمام الكاس العالم البطولة اللي هو فيها ظهر بنفس كوة اداء كاس الكارات وخصوصا انها كانت في البرازيل وساعتها بطأ البطولة بتسجيله سنائية على كرواتيا وبعدها نفس السنائية دي على الكاميرون في الجولة التالتة وحتى موجة كلونبيا في ربع النهائي فوصنع هدف الفوز ولكن في نهاية المباراة دي وفي الوقت اللي في البرازيل اصبح الملشح الاول في البطولة والجماعير كانت متفاعلة بوجود نمار يحصل له اصابة ويخرج في الديئة تمانية وتمانين وبعدها نعرف ان مشواره في البطولة انتهى ومن بعدها انك ما تشوف الا النور البرازيل بالسبع من الالمان في قبل النهائي وبعدها ياخد سلاسية من هولندا في ممورات تحييط المركز التالت وعلى رغم من غيابه في الاوقات المهمة الى انه كان تالت هداف البطولة وكمان ينضام لتشكيل المثالي فيها وده بقى اللي بيه نروح لموسم نمار التاني مع برشلونة الموسم اللي هو فيه توحش بكل المقيس واكد انه حرفيا اشرص المنافسين على جميع الالقاب والانجازات واللي اتشكلت في سلاسيته مع ميسي وسواريز السلاسية اللي بعض الناس شافت انها الاقوى في التاريخ واللي كان حصلت تهدفها مية اتنين وعشرين هدف على مدار الموسم منهم نمار سجل تسعة وتلاتين هدف وصنع عشرة وبهم كان من اهم اسباب تتوجي الفريق بالدوري وكاس اسبانيا وده مهم ولكن الاهم كان ادائه في دور الابطال البطولة اللي هو فيها ختم عالم التناغم والاحترافية وصراحة الكارات ويكفي قوي ان اقول لك انه على باريس سنجر من فضول التمانية سجل تلات اهداف وعلى بقى المينخ بقى في قبل النهائي فبرضو يسجل سلاسية واللي بيها يسعد برشلونة لمواجهة اليو في النهائي في المباراة اللي كنا اتكلمنا عنها بشكل اضاك في حلقة مرتها وتفيزة اليوم في القناة ولكن المضمون هو ان في الوقت اللي في اليوفينتوس متأخر بهدف وبيهجم بكل الاطراف يدخل نمار بهجمة مرتدة يسجل هدف التأكيد القاتل الهدف اللي بيه يتم اعلان تاتويك برشلونة بطل الاوروبا المرة الخامسة في التاريخ والاخيرة الان وكل ده بيكاروت نمار اللاعب على الجانب الفردي بعد ما انضم لتشكيل المسالي في البطولة وكان هدفها بالتساوي مع ارنالدو وميسي كمان يفوز بجازة افضل لعب في امريكا الجنوبية واسبانيا واخيرا بعد ما فائز بجازة افضل لعب في البرازيل يكون موجود في المركز الثالث في سباق البالندور بعد ميسي ورنالدو وده كان في وقت اغلب الناس شافت انه اخيرا هيكون ليهم منفسين وبعد مسم تاريخي نمار يبدأ مسم عظيم اخر مسم فيه شارك في تسعة واربين مباراة في يوم قدم كل ما يمكن تقديمه مع سلسية الام اس ان اللي كانوا وصل لحاصيلة هديفية ساعتها على مدار المسم لمية واحد وتلاتين هدف ونمار لوحده كان مسجل واحد وتلاتين هدف وصانع خمسة وعشرين ايوة انت سمعت صاح مساهم في ستة وخمسين هدف بنسبة متقاربة جدا انا شخصيا ما شفتهاش غير مع هينري في الفين وثلاثة وده كان الدليل الاكبر على قيمة نمار واللي بيقدمه الفريق الكاتلوني الفريق اللي بيكيوزت للسلاسية يتوقع مع بداية المسم بسنية كاس العالم والصبر الاوروبي ومع نهاية المسم يختمع بالتاتوك بالدورة وكاس اسبانيا وعشان يكون مسم مختلف على نمار فبعدها تجيلس ده على المنتخب في اولمبياد رويدو جانيرو البطولة اللي هو فيها استمر على تقديم الابداع الكاروي وبعد ما سجل وصنع على كولومبيا في مباراة دور التمانية يدخل ينفجر في السمي فاينل ويسجل هدفين ويصنع زيهم وحتى بعد الصعود لمواجهة المانيا في النهائي فهو اللي سجل هدف البرازيل الوحيد الهدف اللي بيتروح المباراة للركلات الترجيح واستمر نمار على كيادة المنتخب ويسجل الراكلة الاخيرة واللي بيها يتوجد بزعبية البطولة كل ده بيكادة نمار اللعب اللي على رغم من كل اللي قدمه ده سواء مع المنتخب او برشلونة اللي ان في النهاية كل الانجازات الفردية تتجه لميسي ونمار ما يطلعش من الموسم غير بانه يكون موجود في المركز رابع في تجازة افضل لعب في العالم من الفيف وده كان عيب التوجد في جيل فرنالد وميسي وكمان انت تلعب مع واحد منهم في الفريق يعني مش بس منافس عادي لقد انت منافس مقرف في اللعبة جامعية ومعها صناعية انت مش محتاج تبزي المجود كبير لقد انت محتاج مجود عجازي مجود بي تعمل قعدة وتاريخ وساعتها انت وحظك بقى يتنفسهم او لا المهم ان في الموسم اللي بعده استمر نمار على تقديم كمة المصطوى في التوازن ما بين التسجيل والصناعة وساعتها صنع ستة عشرين هدف والساعة العشرين وبعدها انت توجي الفريق بكاس اسبانيا واختياره افضل لها البرزيل لم يسكر اسم نمار في اي انجازات وحتى بعد اداءه التاريخ في دور الابطال البطولة اللي في اول مبارة فيها واللي كانت صنع اربع اهداف وخلال مرحلة المجموعات بس كان صنع سبع اهداف ومسجل اتنين واللي بيهم اكد سعود برشنة لمواجهة بي اس جي في ربعي النهائي المواجهة اللي مبارات الزهاف فيها انتهت بجلد برشنة بربعية داخل حضيقة الامراء وده معناه ان نوضع البطولة بكل المقاييس والمواجهة تأكد في مبارات العودة لما استمرت النتيجة تلاتة واحد لحد الدقيقة تمانية وتمانين وكده بقى برشنة محتاجة على اقل تلاتة اهداف وده برضو مستحيل يحصل ولكن في وجود نمار الوضع تغير تماما اللاعب اللي قدم عشر دقيق احتمال يكونوا الافضل في تاريخ المستديرة وده بدأ تحديدا بعد ما يجيله فاول على حدود تمنتاشر وعلى غير العادة يتعد ميسي وتقدم نمار للتسديد وهو بيسجل الكرة بطريقة عالمية وفي عز ما الحكم بيرفع الوقت الضيع واللي هو خمس دقيق فقط والجميل فقدة الامل تماما ويجي سواريز يتسبب في راكلة جزاء يدخل نمار يسجلها وهنا بقى الحلم بيقرب للكتلان اللي كانوا محتاجين هدف واحد فقط وما كانش فاضل غير ديقتين ولكن برضو لا يونسى ان فيه كوة هجومية تاريخية موجودة في اللي بيقدمه نمار اللي دخل من نص الملعب والفريق كله بيهاجم اللعب بقى اللي بعد كل ده لم يذكر اسمه في اي شيء زل انه نضامر التشكيل المثالي للعالم من الفيفا والاتحاد الدولي والكلام ده جيب التزامن مع اسرار برشلونة على انضمان فراتي وهنا نصر الخليفي قرر يتدخل ويعمل اقوى صفقة في تاريخ كورة القدم واللي كانت عبارة عن دفع الشرط الجزائي في عقد نمار واللي كان وصل لمتين اتن وعشرين مليون يورو وعشان اوصل لقيميت وبشعة الرقم ساعتها هو معروف ان من الطبيعة في الوضع بتاع الكسر للشرط الجزائي المبلغ يتحول الاتحاد الاسباني وهو بيحول النادي اهو بقى الاتحاد ساعتها من بشعة الرقم رفض قبول التحويل خوفا من اجتياز كوعد لها بالمال النظيف ولكن ساعتها الموضوع مشي من نصر الخليفي بان يا بشر ورق ورقنا والدفاتر دفاترنا وطبعا كل الكلام ده اساسه كان ابو نمار اللي كان قاعد قبل كل الدوشة دي مع مسؤولين باريس سن جرمان ما قلنا يا جدعيا بيعتني باموره المادية المهم ان بعدها يتم تقديم نيمار واستربعين الف في حديقة الامراء وتبدأ مرحلته مع باريس سن جرمان المرحلة اللي بدايتها كانت في موسم الفين وسبعتاشر الفين وتمنتاشر الموسم اللي هو فيه عبر عن نفسه كان نجمل فريق الاول وعلى رغم ان اصابته بكسر في المشن واللي بسببها يغيب اربع شهور تقريبا اللي انه على مدار التلاتين مباراة قدر يسجل تمانية وعشرين هدف ويصنع ستاشر ويعتبر بقى مساهمته في تسجيل اربعة واربين هدف على مدار تلاتين مباراة دي كان نسبة فهي اسطورية بكل المقاييس وبهم طبعا نيكوت الفريق يتتوجب السلسلية المحلية وكمان يتم يختارك افضل اللاعب في الدوري ووقعيا كده الاداة والاركام دي بتأكد انه اللاعب مش جاي يهز وخصوصا مع اندمامه للتشكيل المثالي للكره الاوروبية من وسائل الاعلام والكلام ده لو اكتمل بالاستمرارية وضفت بعض النجوم للفريق الوضع هيتغير تماما وفعلا ده اللي حصل في الموسم اللي بعده وفي وجود مبيابي وديمارية اصبح الفريق قوي جدا هجوميا وساعتها نيمار على مدار تمانية وعشرين مباراة سجل تلاتة وعشرين هدف وصنع تلاتاشر ودي برضو ارقام كبيرة جدا ولكن مشاركة نجم الفريق الاول واغلى لاعب في العالم في تمانية وعشرين مباراة فقط على مدار الموسم ده قلال جدا وده اتبرر بان نيمار كان مصاب اغلى في فترة الموسم ما بين بقى التمزق وكسر تاني في المشت واللي كانت سببه ساعتها في غيابه ست شهر عن الملاعب وبالمناتبق لاصبات ساعتها منعاته من المشاركة مع المنتخب في كوبا امريكا ومن وجهة نظري السبب في تتويج المنتخب هو عدم وجود نيمار وده هنتأكد منه شوية كده معي ان المهم نروح لمسم الفين وتسعطاشر الفين وعشرين الموسم اللي في نيمار شارك في سبع وعشرين مباراة سجل فيهم تسعتاشر هدف وصنع اتناشر ولكن على الجانب الاخر الشاب اللي عنده واحد وعشرين سنة اللي جاي من موناكو كان مسجل تلاتين هدف وصنع تمنتاشر وده اللي كان بيأكد ان فيه شوية مشاكل في شخصية اللاعب سواء بقى عدم التزامه في معايد التدريب او تدخله في مشاجرات مع الجماهير وهو نفسه ما كانش عنده مشكلة يطلع يشتمي الاتحاد بالكامل ولكن كل ده اتبرر بعد تتوجي الفريق بالربعية المحلية واداءه في دار الابطال البطولة اللي هو فيها ظهر باداء مناسب جدا وساعتها مساهمته التهديفية سواء بالتسجيل او الصناع في جامعة المباراة الاقصائية تخليه من اهم اسباب صعود الفريق لمواجهة باير ميونيك في النهاية الاول من نوعه في تاريخ النادي وكنا تكلمنا على المباراة دي بشكل اضاك في حلقة ديمارية وكوتينيو هتليهم في القناة ولكن المضمون هو ان بهدف كومان يتوج البطولة على حساب وتحديدا في المرحلة دي بالذات لو ما كانش الفريق فقد الامل كان زمنه حاليا واحد من اقوى ثلاث فرق حول العالم ولكن طبعا زي ما كلنا عارفين ده ما حصلش وطبعا لا ينسى ان في الموسم ده انيوار بعد ما كان موجود في تشكيل المسال في دار الابطال يكملها بانه ينضم لتشهيل العقد في كارة امريكا الجنوبية وده اللي بي نروح لموسم الفين وعشرين الفين وعشرين الموسم اللي في نمار استمر على الرعونة وساعاتها شارك فاحه تلاتين مباراة سجل فيهم سبعتاشر هدف وسانا حداشر وبين كان من اسباب تتوجي الفريق بصناية الكاس والسور المحلي وبعدها معناهات الموسي من ضمن المنتخب في كوبا امريكا البطولة اللي هو فيها بدأ باداء قوي جدا وساهم في تسجيل اهداف في اول ثلاث مباريات وحتى في مواجهة البروف قبل النهائي كان سانا هدف الفوز للشارلسون الهدف اللي بيه سعد البرازيل لمواجهة الارجنتين في النهائي في المباراة اللي كانت بالجهس التاريخ نمار كله وهنا بقى هنقف شوية بص هو المفروض ان اقوى اسم في منتخبه هو نمار وان في نفس المنافسة الدولية مع الارجنتين واللي هو برضو اقوى اسمي فيها ميسي مش كده طيب تمام بقى اي منطق بقى النازل النهائي لتاني اقوى بطولة على صعيد المنتخبات بالاستعراب بقى والضحك وكان بلعب نهائي دور الرمضانية وفي الوقت اللي فيه فينيسيوس وريد شارلسون اللي عندهم عشرين وثلاثة عشرين سنة بيموته نفسه مع الكرة وعارفين ومدركين ايمة الظروف اللي بيعيشوها هو مش موجود اساسا وده اللي انا بسببه قلت ان سبب تتويج البرازيل بكوبا امريكا 2019 هو عدم موجود نمار وهنا يكمن شخصية اللعب اللي في نظر اغلب الناس هو احد افضل المهارين في تاريخ اللعبة واللي بالمناسبة واحد منهم ولكن زي ما قلناها قبل كده كتير كرة القدم عقلية وشخصية اكتر من اي شئتين معلنا المهمة بعدها تتوالق احداث الرئيون من اللاعب وحتى مع انضمام ميسي استمر ان يمار في الوضع ده ويكفي او ان اقولك ان على مدار موسم 2021-2022 شارك في 28 مبارة فقط سجل فيهم 13 هدف وصنع تمانية انت منتخيل الرقم يعني في الوقت اللي فيه سنقية هجوم الفريق بتاعك بيلعبوا انهائي كاس العالم وكل واحد فيهم مؤدي موسم تاريخي ومساهمة هدفية عالية سواء باب اللي كان مساجل 47 هدف وصنع 28 ولا ميسي اللي كان مساهم في 35 هدف وكان بيتمشى اصلا مع الفريق. وتيجي انت بقى بعدها ديتكن ارقام وطبعا كل ده احنا عارفين اسبابه. سواء بقى الاصابات او مرة عيد ميلاد اخته. او مسلا يكون عنده ومش فاضي لكرة القدم. ما علينا المهم ان بعد الاجاتة الصيفية يرجع انمار يبدأ موسم 2022-2023 بأداء افضل بكتر من الموسم السابق وادرع مدار تسعة عشرين مباراة يسجل 18 هدف وصنع 17 وده يعتبر رقم كبير لأي لعب عادي. انما لما يكون الكلام ده عن نمار وبيلعب في دور الفرنسي فهو اقل بكتير من المطاقع. وطبعا القصة دي تكتمل بان في شهر فبراير يتصف الكاحل واللي كان في تدخل جراحي وبها ينتهي موسمه تماما. وساعتها بالكلام عن نهاية الموسم ده فساعتها نمار ارتبط اسمه بالرجوان لبرشلونة. ومرة يروح امريكا ومرة يروح الصين واستمر الوضع ده لحد ما دخل نهاية الهلال بعرض تاريخي ومغرات عجيبة طبعا كلنا عارفينها ومنتشرة جدا. والنتيجة انه فعلا يتم من ديمامل زعيم اسيا في صفقة اغلب الناس وعلى رأسهم جمهار الهلال عارفين انها صفقة تسوقية اكتر من انه هيفيدهم في الملعب. وانا بقولها هو في الوقت اللي في نمار جاهز بكل الامكانيات سالم الدوسر يلعب عليه اساسي. مش بقى لاني عربي ومعنديش حياد والكلام ده كله. ولكن دي ثقة في شخصية نمار اللي في نظري انا اضعف فيكتيري من الامكانيات والمهيبة اللي ربنا ادهم له. وفي النهاية وزي ما دايما بنحب انه كلامنا بالاركام. فحب اقولك ان نمار على مدار ما صرته مع الاندية. الى الان في المشاركة في اكتر من ربعمائة وتمانية وتسعين مباراة. سجل فيهم اكتر من ميتين خمسة وتسعين هدف. وصنع برضو اكتر من مية وتسعين. واخلالهم فاز مع سانتوس بالدوري تلات مرات. وكاس وصور محلي مرر كل بطولة. طبعا بالاضافة للبطولة الاهم معهم وهي الكوبة لابرتادوريس. وده مع سانتوس. اما بقى مع بارشلونة فهو فاز بكاس اسباني تلات مرات والدوري مرتين. والسوبر مرة وحيدة. وده محلين. اما بقى على مين فهو فاز بسنائية الدوري لابطال وكاس العالم الاندية. مرر كل البطولة. وبالكلام بعد ما سرته مع باريس سان جرمان. فهو فاز معهم بالدوري خمس مرات والسوبر محلي اربع مرات. وكاس الاتحاد تلات مرات وكاس الدوري مرتين. وده معلن دي. اما بقى العروحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في مية ستة واربين مباراة سجل فيهم اربعة وتسعين هدف وصنع اكتر من ستة وخمسين. وفاز سيون بكوبة امريكا تحت عشرين سنة في الفين وحداشر. وزهبيت اولمبياد رييدو جانيرو الفين وستاشر. ومع المنتخب الاول فهو فاز بكاس الكارات الفين وتلاتاشر. وطبعا كل الكلام ده ما انفعش نسينا انجازاته الفردية. واللي بتأكد ان مش بس وجود رونالد ومس اللي ظلموه. لأ ده هو كمان ظلم نفسه بكل مقاييس. وبس يا سيدي بكده نكون وصلنا لهاية الفيديو. طبعا اللي عجبك الفيديو مستش تعمل اللايك. وطولنا بيتحب نتكار نميه فيديو جانيرو. سلام.